خطوة إيرانية جديدة للانتقام من المسؤولين عن إنهاء حياة قاسم سليماني يسعدني أنا أكون معكم أنا رائد حاكم أهلا بكم مع اقتراب الذكرى الثانية لتصفية القائد السابق لفيلق القدس ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني تتجه إيران إلى تشكيل محكمة للبت في قضية تصفيته وفق ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة خطيب زادة قال إن الاستعدادات جارية لتشكيل هذه المحكمة وقد بدأت من قبل السلطة القضائية الإيرانية وتم تعيين قاض خاص لهذا الغرض وكان قاسم سليماني قد تمت تصفيته في هجوم مسيارات أمريكية في الثالث من شهر يناير لعام 2020 استهدفت موكبا للميليشيات العراقية جاء إلى مطار بغداد لاستقباله وراح معه أيضا قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أوضح في مؤتمر صحفي أن وزير الخارجية الإيراني الجديد أمير حسين عبداللهيان عقد في الأيام الأولى من عمله اجتماعا مع زملائه في وزارة الخارجية والتقى على الفور بجميع المنظمات ذات الصلة بما في ذلك السلطة القضائية والادعاء العام وفيلق القدس ووزارة الاستخبارات وعملين في وزارة الخارجية ولم يتحدث خطيب زادة عن تفاصيل أكثر حول تشكيل هذه المحكمة وعبر أي جهة دولية سيتم متابعة قراراتها إلا أنه قال أنه تمت مناقشة السبل الدولية لمقاضات مسؤولين سابقين للولايات المتحدة إيران ومنذ أن تم استهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني تؤكد بأنها تحتفظ بحق الرد وستنتقم لما حدث له وولد قاسم سليماني يوم الحدي عشر من مارس لعام الف وتسعمائة وسبعة وخمسين في قرية قناة ملك وهي تابعة لمقاطعة رابر بمحافظة كيرمان في إيران وعمل في شبابه عامل بناء ليساعد أباه على سداد ديونه وبعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران التحق بحرس الثورة الإسلامية في أوائل عام الف وتسعمائة وثمانين وتدرج في العسكرية الإيرانية حتى أصبح قائدا لفيلق القدس منذ عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين خلفا لأحمد وحيدي وفيلق القدس هي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة أساسا عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية وتولى مسؤوليتها قاسم سليماني وهو من قدام المحاربين في الحرب العراقية الإيرانية والتي وقعت أحداثها في الثمانينيان وخلال الحرب العراقية الإيرانية قاد قاسم سليماني فيلق واحد وأربعين وهو فيلق محافظة كيرمان وتم ترقيته في يوم الرابع والعشرين من يناير لعام 2011 من عقيد إلى لواء بواسطة قائد الثورة الإيرانية علي خامنئي وكان قاسم سليماني نشطا في العديد من الصراعات في بقية أنحاء الشرق الأوسط وكانت أسليبه مزيجا من المساعدة العسكرية للحلفاء الأيديولوجيين والديبلوماسية الاستراتيجية الصعبة وكانت الولايات المتحدة تعتبر قاسم سليماني من أخطر رجال النظام الإيراني فهو من المقربين إلى مرشد الثورة الإيرانية وهو من المتشددين المؤمنين بأهداف النظام الإيراني ومخططاته الرامية إلى التمدد في المنطقة وهو الأمر الذي يثير مخاوف الدول الخليجية خاصة المملكة العربية السعودية لذلك اتخذت الولايات المتحدة قرارها بتصفيته نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة